رجاء وطلب خاص لكل الأشخاص اللي مهتمين بالشراء منزل عن طريق القرض وحابين يتعاملون معي إذا أنت شخص أو أنت حابة تأخذين قرض وتشترون بيت في ميشيغان لازم أول شي عدكم pre-approval pre-approval اللي هي ورقة من اللندر بنك أي جهة تعطي فند تعطيكم فلوس حتى تشترون البيت لازم أنه رايحين وممشيكينوا ياها وماخذين هاي الورقة اللي تؤهلكم أنه تشترون ويقول لكم إججد أنتو لازم تدفعون مقدمة وإججد لازم الماكسمم يعني أكثر شي سعر بيت تدورون بي بدون هاي الورقة هيكون تضيع وقتي ووقتكم وأسفة جداً ما حا أقدر أخذكم نشوف بيوت إن برسن إذا ما عدكم هاي الورقة سو إذا كنت تشتري بكاش لازم أكو proof of fund يعني الفلوس موجودة بالبنك وتجيب bank statement تثبت إنه الفلوس موجودة بالبنك حتى من نشتري الفلوس موجودة وإذا هذا تشتري بقرض لازم أكو pre-approval ورقة من المقرض تثبت إنه هو حيعطي قرض بقدر هلقت يلا نبدي نروح ونصرف وقت ونشوف بيوت ونختار البيت المناسب لأنه الhouse tour الجولة والشوينغ معمولة حتى إحنا نتأكد إنه هذا البيت مناسب مثل الصور حتى نحط عليها أفر ونشتري مش بس حتى نتصفح يعني نتفرج لأنه ممكن إنه نشوف بيوت أونلاين على الويبسايت ممكن أنا أرسلكم البيوت اللي تريدوها بس ما الواحد يخطه scheduling ويجزء من وقته ويسوق ويروح أماكن مختلفة حتى يشوف بيوت لازم إنه هو ناوي دا يشتري وعده approval ومتأكد إنه هو مثلا مقبول لهلقت لأنه بعض الأحيان أشخاص يتوقعون أو يعتقدون إنه هم مقبولين لكن من يروحون يقدمون ما يكونوا مقبولين لعدهم قروض ثانية أو الدخل المت يعني مثلا هم المقرض من تروح عليه ما يحسب الدخل كله أكو جزء منه يسمى dead to income ratio أكو جزء منه الأكل والشرب والمصاريف وإذا عنده قروض ثانية هاي كلها ينخص من راتبك فهما الدخل السنوي جزء منه بس اللي هيعطوك على أساس قرض فبعض الأشخاص دخلهم السنوي قليل وعائلة عدد أفراد كثيرة وأكعدهم هوايدات يعني كردتات مفتوحة وشغلات ثانية فمن يجون دا يقدمون هو عبالة إنه أوكي يعني أنا مأجر أنا أدفع 1500 فأقدر عادي أخذ قرض وأدفع 1500 كل شهر بس من يروحون دا يقدمون يطلع إنهما ممؤهلين حاليا لأنه الدخل مالتهم ما يعتمدوا يريدون دخل أكثر يلا يطلوهم القرض مناسب أو مثلا هما متوقعين إنه يحصلون على مثلا 250 يجيهم الابروفل 150 بس فهاي الشغلات كلها مو أنا أحسبها ولا أنت حتقدرها لازم البنك أو اللندر الجهة المقرضة هي اللي تحددها فاهتموا أو يعني أخذ بالكم من هاي النقطة مهمة كلش مراعاة وقتك ووقت الأيجنت اللي يعمل معاك بالنسبة إلي يا آني ممكن إنه تخابروني إنسوي استشارة مجانية أخذ معلوماتكم أشوف أنتو وين وضعكم أعطيكم النصائح المناسبة إذا كنتو يعني ردي بعد المحادثة أحس إنه أنتو جاهزين أقدر إنه أوصلكم مع مقرضين مناسبين حسب أنتو الطلب مالتكم تقدرون تتواصلون إياهم يا إما عن طريق الهاتف أو تروحون للمكتب وتحاولون تحصلون على هاي الـ Pre-Approval الورقة من نجيبوا لي الورقة نبدأ نشتغل باللمت اللي يطوكم إياه يعني أبدأ شوفكم بيوت باللمت اللي هو أعطاكم إياها مايبي شوية أقل أو شوية أكثر هاي عادي بس قصدي إنه ما نروح كل شوية مختلف عن المت اللي أنتو approved for والأشخاص اللي ديشترون بكاش أيضا الكاش مو شي بالهاند يعني بالإيد أجاءا أكهوية ناس تتصل بيه تقولي أنا عدي كاش بس مو بالبنك أو ما قدر أظهرها بهالشكل ما حا أقدر أساعدك لازم الفلوس تحطها بالبنك أو أحد تطيها الأحد ويكتب لك بها gift check يعني تشك كأنه هدية أو يعني شخص الثاني اللي هو يكون وياك بالعقد إنه الفلوس بالبنك مالتا وتسوي البنك statement باسم الشخص الثاني فلازم الفلوس بالبنك أوكي أكهو سؤال عن هذا الموضوع دائما الناس تقولي مثلا لا لا أبدا أنا يعني ممجبور إنه أروح أطلع قرض وأنا مشات في البيت أصلا هنا أقول لي أنت فاهم الموضوع غلط هذا مو معناه إنه حينطوك الفلوس رأسا من تروح سوي pre approval هذا بس معناها إنه تشيكو واحتمالية قبولك القرض قدره هلقد حسب المواصفات اللي اتقلتها أوكي ماشي الحال ممكن إنه تقدم وتنقبل بهلقد مو معناها إنه أطوك أي شي هو مو credit card أنت فتحته أولاين وقلته not obligated to take it يعني مثلا إذا طلعته وما استخدمته أو ما اشتريت بيت that's it هو إلى فترة ويصير expire أصلا يعني كل أعتقد أربع شهور وأكو كل ستة شهور حسب بحاليا إذا شوفوا أغلب الpre approval أربع شهر لأنه لازم تجددها يعني ترجع تعطي المعلومات من جديد لليندر ويشيكو لأنه تعرفون الinterest تختلف الدخل قد يختلف كل هاي الشغلات فكل أربع شهور لازم تسوي لذلك إذا نطلع الpre approval لازم جاد وإذا تشوفوا بيوت وتبدي تنتقي حتى تشتري مش تطلع الpre approval هي with no reason يعني السبب حتى واحد دي يشتري الشغلة الثانية يقولوا لي أني ما أطلع الpre approval يعني ما أشتري بيت إلا ما أشوفه أكيد الpre approval مو معناها أنت دا تحط آفر يعني أكو اختلاف كلش بين إنه دا تحط عرض ودا تقدم على البيت وبين pre approval pre approval هاي ورقة تثبت إنه البنك هيعطيك فلوس أي بنك أوكي أو أي جهة ترايحلها بغض النظر عن البيت يعني سواء لقيت بيت أو ما لقيت العرض الآفر اللي نسوي حتى نشتري هذا مختلف تماما أوراق كثيرة وشغلات إجراءات رسمية وأشرح لكم إياها بس هذا بالبداية بس حتى يقول لي إنه أت مؤهل ونقدر خلص إنه نباشر في العملية يعني شون كإنه يفتحونا green light يعني أوكي تو go مو دا نضيع وقتنا لأن أكو ناس تبدي تشتغلوا إياهم فترات والروح وأشهر وأيام وبعدين راحوا قدموا من لقوا البيت هم مقبولين الشغلة الثانية أيضا البيوت حاليا بالماركت مثل ما تتعرفون مدى تبقى هواية أصلا بالماركت يعني إذا تروح على البيت تلقي إنه بالليل حتى والديدلاين آخر يوم موعد العروض إنت شو كتح تلحق إذا عجبك البيت شو كتح تلحق إنه تروح تطلع على الابروفل حتى تحط عليه عرض البيت حيروح اللي عجبك فلازم بإيدك الابروفل ورقة ما تكلف شيء ما يأخذون عليها فلوس المفروض ما تأثر عليك مو مجبر إنه تاخذ هذا القرض إذا ما لقيت شيء مناسب يعني ممكن إنه طلعت القرض شفت بيوت ما عجبك شيء ما لقيت شيء مناسب بالماركت وخلص الفترة خلص هيا يعني ما كو أي إجبار بالموضوع إذا عدكم أي سؤال حابين تاخذون قرض حابين تشترون بيت عدكم كاش دتي تشترون بيت تريدون تشوفون حابين تبيعوا اتواصلوا إياه إذا عدكم أي سؤال عن الموضوع اكتبوا ليه بالتعليقات أنا أجاوبكم إذا ما مسويلي متابعة رجاءً سووا لي متابعة حتى دائما معلومات جديدة تفيدكم إذا عدكم يعني حاليا بيع وشراء ومهتمين اتواصلوا إياه رأسا على الرقم الخاص إذا بس عدكم أسئلة هيتشي إن جنرال ممكن أن تكتبوها بالتعليقات وأنا أسوي فيديو أو أجاوبكم بالتعليقات عليها أتمنى يا ربي أنه هذا الفيديو يكون مفيد لكم ويشرح لكم أيضا وجهة نظري وطريقة أنا تعاملي مع الكلاينت لأنه أنا هنا وظيفتي أنه أحض خطة وأعرف أوجه المشتري حتى صدق يحقق هدفه مو هو اللي يمشيني أنا لازم أنه أقود الموضوع حتى أمشي المشتري للجهة الصحيحة حسب الخبرة حسب المعلومات اللي عندي وال شون نقول المفروض يتم يعني الخطوات هي أصلا شون لازم تبدي بالسرة يعني فخلوا صاحب البيزنس هو اللي يقودكم للموضوع هذي طريقتي بالتعامل إذا حابين تتعاملون إيا اتواصلوا إيا أكون ممنونة وسعيدة بالتواصل معكم وشكرا جزيلا على المتابعة